هذه أبرز العناوين حبل الانتقادات يتوقع نقص في نام رابط وخطأ الديربي يفاقم معانته مع نادي يونيت نجم ريال مدريد الإسباني إباهيم دياز يتخذ أول خطوة مفاجئة من أجل اندمامه للمغرب في شهر مارس المقبل الحارس المغربية سينبونو مرشح للجائزة جديدة في دور رشن السعودية بعد تألقه مع نادي الهلال الأشغال بدونور متواصلة وهذه أهم الإصلاحات التي سيعرفها الملعب يمر الدولي المغربي سوفيانا مرابط متوسط ميدان فريق مونشستر يونيتد الإنجليزي لكرة القدم من فترة صعبة مع الشياطين الحمر خلال الموسم الكروي الحالي بعدما فشل حتى الآن في فرض مكانته داخل القلعة والدفورد وتسبب أخطاء مرابط القاتل في الدربي لمونشستر يونيتد ومونشستر سيتي أمس الأحد في تفاقم الانتقادات اتجاه الدول المغربية حيث بات الأخير مطالبا بالاستبعاد توازنه لترك بصمة جيدة في هذه التجربة وأقحم المدرب الهولندي إيريك تينهاغ سوفيانا مرابط وزميله النيجيري الشاب أميري فورسن في حضوض الدقيقة الثانية والثمانون في محاولة إدراك التعادل بعدما كان الفريق منهزما بهدفين مقابل هدف واحد وظهر أم رابط بالمستوى المتواضع في المباراة التي لعبها في مونشستر يونيتد على قلتها إذ بات يعد صعوبة لنيلة الرسمية في تشكيلة الهولندي إيريك تينهاغ مدرب الفريق الأحمر الذي كان وراء انتدابه بحكم علاقته به في الملعب الهولندي سابقا وعرب بعض النجوم من مونشستر يونيتد السابقين في تصريحات سابقة عن عدم رضاهم على مستوى أبرابط على غرار غاري نيفل وبولا وسكولز وآخرين ما يزيد من ضغط على الأسد الأطلاسي الذي يبدو أنه يعيش آخر أيامه في مدينة مونشستر يونيتد حسم إبراهيم دياز لعب ريال مضرد الإسباني لكرة القدم موقفه باللعب للمنتخب الوطني المغربي بعدما اقتنى عهد الجامع المغربي لكرة القدم بمشروعه المستقبلي وباشر إبراهيم دياز اللعب ريال مضرد الإسباني لكرة القدم إجراء الاندمام إلى المنتخب الوطني من خلال حصوله على جواء الصفر المغربية كخطوة أولى لإلتحاقه بالنخبة المغربية وقالت الأحداث المغربية في عددها إن الجامع الملكي المغربي لكرة القدم تنتظر توقيع إبراهيم دياز على وطيقة رسمية والتي تتم الاستعانة بها لتقديم ملف متكامل للفيفا من أجل تغيير جنسيتها الرياضية وكشفت الجريدة إسل إسبانيا أنه رغم أن إبراهيم دياز حصم قراره باللعب للمنتخب المغربي إلا أن الوزن الأفويت مدرب المنتخب الإسباني ما زال يحاول تنبيهه عن ذلك إذ يحاول إغراءه بالمشاركة في نهائيات أمم أوروبا التي تستضيف ألمانيا في الصيف القادم وقام الناخب الوطني وليد الرجرغي بالكتير من الزيارات إلى إسبانيا ليقنع إبراهيم دياز باللعب للمنتخب الوطني اتتم الاتفاق على تأجير ذلك إلى ما بعد نهائياته كؤوس الإمم إفريقيا والتي اصطفتها الكوتيفور في يناير والفبراير الماضية سجل الحارس الهلال السعودي وحامي عالين أسود الأطلس الحارس سينبونو حضوره ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس في دور رشن السعودي لشهر فبراير المنصر وينافس الحارس المغربي سينبونو على الجائزة المذكورة إلى جانب كل من بابلو فيكتور حارس الاتفاق السعودي ومحمد العبسي حارس مرمى الشباب السعودي ويأتي ترشيح بونو رفقة الثنائي فيكتور وعسبي بعد المستويات الجيدة التي يقدمها الحارس المغربي رفقة فريقه في المصابقة المحلية وكان آخر أمام الاتحاد حيث استقبلت شباكه هدفا وحيدا تجاواصل الأشغال بالمركب الريادي محمد الخامس بالدار البيضاء في إطار الإصلاحات التي شمل مجموعة من المناعب الوطنية تحضيرا لتنظيم النسخة المقبلة من نيائية كاسي أمم أفريقيا سنة 2025 بالمملكة المغربية وعلمت المصادر المسؤولة أن الأشغال متواصلة بظهر الذي أغلق أبوابه في وجه مباريات الرجاء والويداد للإصلاح كما أن هذه الإصلاحات تتم بوتيرة عالية حسب نفس المصادر وأوضح المتحدد دجو أن الإصلاحات بالمركب الريادي محمد الخامس ترم بالأساس تأهيل ليكون قادرا على احتضان تظاهيرات رياضية كبرى وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف الاتحاد الفيفا وأضاف أن الأشغال ستشمل الحلبة المطاطية للمركب الريادي والقاعة المغطاطة إضافة إلى تأهيل ملعب للتدريب كملحق تابع للمركب وموقف للسيارات إضافة إلى مرافق أخرى تابعة وتأهيل منصة الصحافة وغرفات التحكيم الخاصة بتقنية الفار كما ستعتمد الأشغال إلى المسبح الأولمبي بالمركب وأكد المصدر على أن الموعد فتح أبواب المركب الريادي محمد الخامس مجدداً تم تحديده في مارس 2025 كما شارج إليه المصادر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر